أكد الازيب الرمضان المستشلد رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج لدى نزوله ضيفا في ولاية سعيدة وتنشيطه لقاء مفتوح مع المجتمع المدني بقاعة المحاضرات في مقار بلدية سعيدة أكد أن جمعيات المجتمع المدني الفاعلة بحق في الميدان ستكون شريكا مع مؤسسات الدولة في تسيير الشيون العمومية التغطية كانت لمحمد عمراني الجمعيات أثنى عليها سيد الرئيس وهو يعي جيدا ما يقول وأكثر من هذا وعد بأن المجتمع المدني في الجزائر يجب أن يكون له دور كبير في المستقبل في إطار ما يسمى وما يعرف بالديمقراطية التشاركية ولكن ليس بالكلام وليس بالشعارات ولكن تشاركية حقيقية تخلي المجتمع المدني وتخلي المواطن وصوت المواطن من خلال فعاليات المجتمع المدني الفاعلة فعلا في الميدان تخليه شريك مع مؤسسات الدولة في تسيير الشيون العمومية وأضف نزيم الرمضان أنه قد تم فتح المجال أمام رجال الأعمال للمساهمة في تطوير الجمعيات الناشطة التي تحتاج إلى دعم مدية حابين نصلوا إلى ثقافة رجال المال أيضا ورجال الأعمال يساهموا في هذا المسعة في مسألة الرعاية كل رجل أعمال أو رجل مال إذا كان هو مباشرة عنده جمعية عنده نادي لمجال مخصص يتفضل إذا ما عندوش الوقت لهذا يختار يشوف الميدان يكون هي الجمعيات الفاعلة ويدعمها بشكل سنوي هنا يقدر يقدم رب يزيدهم إن شاء الله في مالهم ولكن راح يساهموا أيضا راح يساهموا أيضا في تطوير جمعياتنا